بسهر الخير عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين توقعات برج السول شهر ابريل 2023 وهبدأ بالجانب المهني اول حاجة قريتها لا تهتم باراء البعض داخل العمل ده غير ان فيه خلافات مع الزملاء وكل ده من بداية الشهر خلافات مع الزملاء بسبب الاراء وكمان الانتقاضات طبعا دي توقعات الغيب محدش يقدر عارفه غير ربنا احنا بنستفيد الدردشة وكمان بنتفائل والفت انتباهك او انتباهك من خلال النصيحة فيه اراء لازم ان انتباهش لها فيه اراء يعني انا دايما بشوف ان الواحد ده ارائي الشخصي المفروض اي كلام يتقاله يحلله ويشوف الكلام ده ايه ظروفه كلام نعمله اعتبار وليه ايمة ولا كلام مالوش ايمة ومش محتاج ان انا نعمله اعتبار ولميه في اي حتة كده في سلة مهملات مش عايز اقول حاجات تانية فدي من الحاجات المهمة لازم تعرف كده مش كل كلام الناس ممكن ما يبقالوش ايمة ومش كل كلام الناس ممكن يبقى له ايما الموضوع متعلق بيك وبيكي انت اللي تقدر تحلل وتقيم الكلام ده هتعرف كمته كلام لي قيمة ولا كلام فاضي لان كل ده بيفرق معاك في نفسيتك لو وصلت الحتة دي وقدرت يتوصل للحتة دي هتشيل كتير قوي قوي من على نفسيتك ومن ضغوط ومن الاشخاص كمان بالاخص اللي بتصدر طاقة سلبية والانتقادات كمان مع الانتقادات والاراق تقريبا مرتبطين ببعض الانتقادات دي فيه انتقاد بناء يعني فيه حد بينتقدك علشان تاخد بالك في حد بينتقدك علشان يخليك تتحسني دي كلها حاجات كويسة لكن الانتقاد الهدام اللي بيهدم اللي بيخلي الواحد يحسس الواحد ان القيمة الشغل اللي بيعمله ولا حاجة الانتقاد اللي بيبين ان مجهودي مجهود رخيص لا ده انتقاد المفروض ان انا ماسمع لهش واحسن حاجة للناس اللي زي دي اللي دايما بتنتقدك من باب الانتقاد بس او بتنتقدك علشان تديك طاقة سلبية او علشان يقلل من شأنكم ده احسن حاجة تعمل له حدود دايقة جدا ما تخلهش يعديها وكمان لازم تخلي كلامك معاه على قد وفي الحدود برضو لان ده دي اشخاص ممكن تبقى امراض نفوس مريضة زي ما قلت قبل كده وكمان ممكن تكون الغيرة اتلاهم شوية شويتين الناس ممكن الغيرة تعمل كده ممكن الغيرة ان هو شايفك احسن منه او هي شايفاك احسن منك فعايزة تطلع فيك اي حاجة عشان ترضي غرورها هي يعني تطلع اي حاجة حتى لو بتكد عشان ترضي غرورها فيعني انا بس عايزة ايه يعني مش عايزة اطول في المواضيع دي بس اتمنى ان الكوري سالتي وصلت وتفاهمت نكمل بقى بقية الشهر والمفروض انها تنتهي الخلافات دي بعد اول اسبوع ومن ثاني اسبوع هيكون داخل الشغل لمصالح تقدر تستفيد منها ويقدروا يستفيدوا منها مؤليب برج الصور يعني مصالح يقدروا يستغلوها بشكل صح وبشكل شرعي طبعا ويقدروا يستفيدوا منها ممكن تستفيد ماديا من المصالح دي مثلا لو حاجة في شغل فيه ليه كوميشن او عمولة وممكن تستفيد خبرة اللي استفادة مش شرط تبقى فلوسه بس الخبرة استفادة واحيانا وانا بشوف ده يعني مش احيانا دايما ان الخبرة بتبقى فايدتها اعلى من الفلوس لان الخبرة هي اللي بتكبر حجمك وبتخليك تقدر تلاقي فرص احسن وهي اللي بعد كده بيجيب فلوس احسن ده كمان مكتوب ان انتوا تقدروا تستفيدوا من المصالح دي ويكون سبب في التقدم المهني واخر اسبوع في الشهر المفروض ان الاجواء العملية تكون هادئة تماما مستقرة وهادئة يعني اخر اسبوع ده المفروض ان هو اخر يعني اسبوع رايق ده المفروض ربنا يا رب يوفقكو ويديكو القوة وكمان يديكو الحكمة وحابب برضو اقول يا ليه تكون لفت انتباهكو الحاجة من خلال الكلام اللي قلته في اول الفيديو خش بقى على الجانب العطفي ابدأ بالعزاب اجتماعات جديدة وفرص ارتباط من اول عشر تيام ومن بعد يوم 15 هيكون فيه ارتباط صالونات وده هيكون بنسبة كبيرة لنهاية الشهر يعني من يوم 15 لاخر الشهر هيكون فيه ارتباط صالونات وبنسبة كبيرة في حاجة بقى قارتها برضو مهمة اوي وهي الناصيحة من ارتباط المصالح خلي بالك ان ممكن حد يرتبط بيك عشان مصلحة وممكن يعني انت برضو واحدة ترتبط بيك عشان مصلحة ارتباط المصالح ده من اسوأ الارتباطات اللي شفتها في حياتي يعني انت تخيل لما واحدة مثلا ترتبط بيك عشان انت امكانيات لك المادية كويسة ويجي عليك وتتجوزه كمان ويكمل الارتباط ويجي عليك وقت تفقد ماديتك او تخسر فلوسك والوضع يبقى المادي يعني غير الاول تمام ايه بقى هي هتبقى ايه بالنسبة لها هي هتبقى شايفاك ازاي ما هي واخدك عشان دي دي راحت يعني هي واخدك عشان الماديات الماديات راحت انت بقى خلاص بالنسبة لها انت كمان مش مهم فارتباط المصالح ده يا ريت ناخد بالنا منه يعني مش عايز اقول كلمة سيئة بس هو من اوطى الارتباطات اللي ممكن تحصل وطبعا ما بيبقاش ناجح ده اكيد يعني لانه هو مربوط بمصلحة مش مربوط بحب مش مربوط باقتناع بشخصية مربوط بمصلحة وبرضو اه انت يعني خلي بالك انه ممكن واحد يرتبط بيك عشان مصلحتك عشان مسلا منصب حد في العيلة علشان مسلا عارف ان انت امكانياتك المادية كويسة علشان تسعدي في الشغل ان انت بتشتغلي في الحاجة وده بيحصل على فكرة بفترة دي كتير في ناس بينقوا واحدة يرتبط بيها علشان هي شغالة في مكان كويس ومرتبها كبير دي برضو مصلحة وده ارتباط لازم تخلي بالك منه لانه ارتباط تاني سيء قوي مش هعرف اقول كلمة بعد سيء بس ارتباط فعلا سيء جدا انا بقول كده ليه بقى اوعي واوعى ما تاخدش بالك من الحتة دي يعني كون واحدة مرتبطة بيك او معجبة بيك وعايز ارتباطيك ما لو هتلاقي دايما صاحب المصلحة عايز الموضوع يدخل في الجد اللي هو اخطوه بقى بسرعة ويلا جوازم بصص على مصلحته فمش مستنى يدرس الشخصية ولا مستنى يعرف المناسبين هو عينه على مصلحة واحدة بقول كده علشان اوعوه ما تاخدوش بالك من النقطة دي نقطة ان حد حتى يعرفكم عشان مصلحة دي حاجة ما بتبقاش المصلحة راحت العلاقة انتهت وبتهاء للوجع ساعتها بيبقى صعبة اوي فدايما هارجع واقول تاني الارتباط لازم تكون عارف الشخصية كويس ومتأكد منها واخد وقتك كفاية اوي معاها مش وقت قصير علشان تتأكد ان ده حب والشخصية وهي مقتنعة بيك شخصيا وفعلا هي دي المناسبة ليك وانت تتأكد ان هو ده المناسب ليك واسف على الاطالة طولت في الموضوع ده بس انا بعتزل جدا وارتباط الصلنات بلاش الخطوبة تكون فترة قصيرة وبرضو تتأكدوا من الاشخاص اللي جاي لكم من طرف حد ارتباط الصلنات ده من اكتر الارتباطات اللي بتبقى محتاجة ان انتو تعرفوا الطرف التاني كويس سواء انت تعرف عنها اكتر وطبقى فاطرة خطوبة طويلة وانت تعرفي عنه لان ده انت ما تعرفيش عنه حاجة وجاي لك من طرف حد فده مش هيتعرف غير بالاحتكاء كتير وفاطرة خطوبة طويلة قلت الكلام ده كتير بس قديني بقوله عشان لو حد اول مرة يشوفني ربنا يا ربي يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة المتزوجين والمرتبطين اول اسبوع استقرار واوقات هادئة نسبيا يعني بنسبة يعني مش اوقات هادئة اللي هو تماما ولا اوقات هادئة وسيجت لا وهو مكتوب كده نسبيا ومن بعد يوم عشرة ده اللي عجبني بقى خلافات تنتهي بسبب توضيح بعض النقط او زي ما مكتوب بالزبط توضيح لي بعض النقط عليش انا مش بحفظ بسهولة يعني ااا يعني ان انت توضح النقط لبعض علشان ده ممكن بسبب بيحصل سوء تفاهم ده ممكن بسبب ان عدم النقط تكون واضحة من غير يحصل خلاف من قبل ما يحصل يعني هي اصلا تبقى خدت خلفية بسبب نقطة معينة مش واضحة لها وانت كمان يعني انت كمان لازم توضحي له هو ممكن برضو ده يحصل يعني ده يحصل للطرفين فخلي بالكم الموضوع ده وياريت لما يكون فيه وقت للعتاب واللوم ياريت تعطبه بعض ومش عيب ان انت تقولي زوجك انا اتضايقت او اللي مرتبطة بيه اتضايقت من الحتة الفلانية من الكلام اللي انت قلته في كزا او الاسلوب في كزا مش عيب والمفروض ان انت تسمحها وتبتدي تغير من ده علشان مصلحة علاقتكم وبيتكم خصوصا المتزوجين وانت كمان مش عيب ان انت تقول لها على فكرة انت كلمتيني مبارح مسلا قلتلي كلمة ما عجبتنيش فيه موقف عملتيك ده مش عيب خالص دي من الحاجات اللي بتنجح وكمان بتعوت اللي هو ممكن عارفين بسبب ان انتوا تلوموا بعض بالطريقة دي ممكن هتلاقوا الخلافات ابتدت تقل بنسبة يعني بنسبة كبيرة مش بنسبة قليلة فياريت تخلي بالكو من دي وتعملوا ده وجربوا وشوفوا العلاقة هتبقى عاملة ازاي بعد ما تبتدوا تعطبوا بعض بس اهم حاجة العتاب ما يبقاش حد يعني يبقى عتاب كده ما تبقاش خناقة هتبقى عتاب بسلوك محترم وحتى الصوت وهدوء كده كل ده بيفرق ومن بعد يوم طمانتاشر اوقات رومانسية وسعيدة لنهاية الشهر اتمنى ده وربنا يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير خش على الجانب العائلي تجامعات عائلية بالنسبة قليلة جدا اول عشر تيام وبعد اول عشر تيام هتزيد نسبة التجامعات ودي بسبب مناسبات تخص افراد العيلة يعني افراح خطوبة المهم ان هيكون فيه اجواء سعيدة وهتزيد بسبب المناسبات دي اللي هي تخص افراد العيلة التجامعات وهتستمر التجامعات في تزايد لحد نهاية الشهر ويا رب كل عيلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة الاوقات دي بتكون حلوة محدش يكسل دايما شاركوه مع بعض في العيلة علشان دي برضو من الحاجات اللي بتخلي الواحد كده المود بتاعه حلو خش على الجانب المالي او المود هيقلبهو بقى مصاريف اقل من شهر مارس يعني المصاريف المفروض شهر ابريل هتبقى اقل من شهر مارس ده غير بقى بعد منتصف الشهر دعم مادي من الاقارب وتكون سبب في وفرة من المال نسبيا لنهاية الشهر وفرة من المال نسبيا يعني وفرة من المال بنسبة بسيطة ودعم الاقارب ده هيكون سببه يا ريت برضو اللي يقدر ينتبه المصاريف ويقدر يوفر منها ده مطلوب جدا الفترة دي وربنا يا رب يوسع من رزقكو خش بقى على صحاب المشاريع ارباح ضعيفة اول عشر ايام بس الاهم بقى اللي قريته ان محتمل قرار خطأ من بعض العاملين بالمشاريع تكون سبب فيه خسائر فخلي بالكو حزاري من دي لصحاب المشاريع مولي بورج الصور هقول حاجة بسرعة كده شانت قولت كتير في الفيديو ده رغيت كتير انا عارف مفيش حد هيخاف على مشروعك ولا مشروعك زيك يعني مفيش حد مهما كان العميل اللي عندك امين وعنده ضمير على عين وعص بس وارج جدا تفوت منه حاجة محدش هيبص على التفاصيل قوي وكل تفاصيلة صغيرة زي صاحب المكان محدش يقدر يسون المال بشكل كافي زي صاحبه ده رأي شخصي فياريت تخلي بالكو من دي علشان ممكن تكون غلطة لعامل او غلطة لموظف تكون سببها خسائر كبيرة لي يعني عشان نتجنب ده لازم انت تكون على طول متابع مشروعك وعلى طول مركز فيه ده فلوسك وانت لازم تاخد بالك منها محدش هياخد باله من فلوسك ولا فلوسك زيك وتتحسن على نهاية الشهر الارباح لارباح متوسطة يعني الارباح هتكون افضل نهاية الشهر هتبقى ارباح متوسطة ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم ندخل على الجانب التعليمي اول اسبوع مجهد لكثير من طلاب برج الصور وبعد كده وبعد اول اسبوع هتكون المجهود اقل ده غير كمان ان فيه اخبار مفرحة على نهاية الشهر وبعد اول اسبوع اوقات اقل مجهودا ده غير كمان بينتظر طلاب برج الصور نتائج مفرحة انا عارف ان فيه شباب كتير وشبات بيتعبوا طلاب عموما مش برج الصور بس انا عارف دي بس صدقوني التعب ده لما يعني انا كنت عارف حد كنت عارف شخصية كان بتذاكر بشكل جبار وبتتعب جدا وبتطبق يعني هي الحكالي ده وده كان باين قوي وفرحتها بالامتياز اللي جابته في الكلية خلها تقريبا تنسى كل حاجة فاوعى يعني تستهتر بانك تتعب او تكسل عن التعب هتعرف اين تتعب ده وقت ما تجيب تقدير او تحقق النجاح ساعتها تنسى كل حاجة والنجاح عايز كده يستاهل ده يعني النجاح يستاهل ان احنا نتعب عشانه وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقعات برج الصور لشهر ابريل الفين تلاتة عشرين لو اعجبكم بكلام ده انا تنسوش دعموني بلايك لو انشو اشترك او مشتركة اريد تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهاتنا انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة هسيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف تاخدوا فكرة عن الفيديوهات بتشكري اونيكو السلام